خلاص بدأ فصل الخريف وبدأ التوقعات المبدئية اللي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية واللي أكدت أنه هيشهد في بعض الأوقات زيادة في معدلات سقوط الأمطار وتعارض البلاد لحالات عدم الاستقرار خصوصا على مناطق السواحل الشمالية عشان كانت دايما بنقول يا جمانة أن الفترة دي فترة تطرف مناخي احنا مش عارفين إلي بيحصل وإمتى وليه فصل الخريف اللي كان دايما معروف عنه اللي هتدال بعض الشيء فيه درجات الحرارة تساقط أوراق الشجر نسمة برد لكن لطيفة ومقبولة التنبؤات بتقول أن السنة دي في بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة على بعض المناطق خصوصا في النص الأول من الخريف ماذا يخبئ لنا فصل الخريف ده اللي هنعرفت دلوقتي من الدكتور أحمد عبد العالم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقا اللي منوارنا يا دكتور صبع الخير فاند صبع الخير على حضركم وإن السادح المشاهدين مال الخريف إيه اللي جراله يعني ما حدث أو ما هيحدث في الخريف هو ما حدث في العالم كله التغارات المناخية اللي أثرت على العالم كله وأثرت على مصر طبعا شوفنا صيف غير عادي درجات حرارة عالية جدا على مستوى جميع محافظات مصر خلينا أقول لا ده على مستوى العالم كله درجات الحرارة في أوروبا لم تشهد مثل هذا الارتفاع اللي وصلت في أسبانيا 46 في إيطاليا كانت 47 شوفنا في الكويت والعراق فوق 55 الصين فوق 52 فأثرت جامعة على العالم كله وأثرت طبعا على مصر طيب بالنسبة لنا يعني إحنا بكون فصل الخريف بالنسبة لنا في مصر كان من أفضل المواسم ومن أكثر الأجواء اللي كنا بنستمتع بها لو هنعرف أستاذ المشاهدين يا فندم يعني فصل الخريف شكله عامل إزاي بيتسم إيه فصل الخريف ده اللي إحنا عفزينه إيه بقى الجديد يعني دلوقتي فصل الخريف هيبقى شكله عامل إزاي خليني أقول برضو ما زال فصل الخريف أجمل فصول السنة في مصر مش الربيع أنا أتفق ما حدرت في ناس ممكن تزعل هو الربيع عشان بيغنوله والورد بيطلع والشجر بيخضر لكن في الحقيقة فصل الخريف ما زال رغم التغيرات المناخية ما زال من أجمل أجواء السنة في مصر إلا أنه طبعا هو سماته أن النص الأولاني منه أو بدايته يعني بشابه إلى حد ما الصيف في درجات حرارته يعني يبدأ درجات حرارة عالية إلى حد ما يعني مش يعني القاهرة ممكن توصل 35 ثم يبدأ يعتادل درجات الحرارة سماته أنه بيبقى فيه حالات مع عدم استقرار في الأحوال الجوية بتتمثل فيه أمطار غزيرة بتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية يعني سلسج بحر الأحمر جنوب البلاد حتى وسط الصعيد بيبقى فيه أمطار على السواحل السنة دي من المنتظر طبعا مع التغير المناخي أنه ممكن تكون نسب الأمطار هتكون أعلى شوية عن السنة السابقة بس هنكون دائما بنقول أن فصل الربيع هو اللي فيها تدال في درجات الحرارة لا فصل الربيع من أعلى درجات الحرارة في السنة تقاص في فصل الربيع يعني فصل الربيع ارتفاع في درجات الحرارة والصيف ارتفاع شديد والخريف ارتفاع لا ده هقول لحضرات حاجة الربيع بتوصل فيه درجات حرارة أعلى من درجات الصيف كمان ولكن نسب الرطوبة تبقى أقل كتير جدا ولذلك احنا ما بنحسش بالربيع أن حر قوي نتيجة أن الرطوبة قليلة لكن في الصيف بتجد أن الحرارة ممكن تبقى مثلا 38 بس الرطوبة 80 فأنت تحس أن أنت يعني حتى لو قاعدت في الدل حسن المخنوق إنما في الربيع أنت ممكن الحرارة بتوصل في أحد السنين في وصلت على القاهرة 47 ما بتوصلتش في الصيف نهائيا ده 2019 الكلام ده كانت أهل درجة حرارة تقريبا وصلت لي ما بتوصلتش نهائيا كده في القاهرة لكن حصلت لكن الرطوبة كانت نازلة فبالتالي علاوة على أن كمان فصل الربيع ما تنساش أنه بيبقى فيه ريحة الخمسين فعشان كده ما هواشي نحن كده بنقفز من الشطاع الصيف على طول يعني خليني أقول لها ضريفك إن برد للحرارة إن ما حدث من طغرات مناخية ما أعرف فيه في درجات الحرارة يخليني أقول إن برضو الخريف هيبقى فيه درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي لكل سنة لكن مش هيبقى عالي أو يعني ممكن ما بين ضرقتين وثلاثة بالكتير لكن ظاهر جواهية اللي ممكن تختلف عن العوامة السابقة طيب دكتر يمكن إحنا شاهدنا في الصيف بما إن حضرت ذكرت بقى تغير المناخ وظواهر تغير المناخ يمكن إحنا في الصيف شفنا أمطار حتى لو كانت خفيفة بس حصل سقوط أمطار في فصل الصيف وده بالنسبة لنا كانت من المشاهد اللي احنا مش متعودين عليها في مصر تحديدا يمكن فيه بلاد أخرى ده كان بيبقى موجود عايدي بس بما إن احنا بنتكلم على فصل الخريف اللي بالفعل بيكون فيه أمطار ده هينعكس إزاي على فصل الخريف لو هنتكلم حتى على محافظات مصر المختلفة يعني هيبقى شكل فرص تساقط الأمطار شكلها عامل إزاي بما إن احنا مؤخرا كمان بنشهد الحقيقة تقدم كبير جدا في الهيئة مع الأرصاد الجوية بقى إننا بنقدر إن احنا نتنبأ بكل الأحوال الجوية بيبقى عندنا عن دراسة طبعا وعن علم فعيزة عرف من حضرتك هيبقى شكل وعامل إزاي ونكلم تحديدا عن فرص تساقط الأمطار خليني أقول لحضراتكم إحنا في الخريف بنتأثر بمنخفض السودان المسلمي ده بيبقى درجة حرارته عالية بيقابل في طبقات الجو العليا هوى برد فبيقدر يعمل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على جنوب البلاد وسلاسة جبال بحر الأحمر وده اللي بيأدي إلى الأمطار الغزيرة اللي بتصل لحد السيول على سلاسة جبال بحر الأحمر وجنوب البلاد في بعض حالات بيبقى أو في بعض الأقاط بيبقى بنتأثر بمنخفض جاي من جنوب القرى الأوروبية ده اللي بيدي أمطار على السواحل الشمالية وأحيانا بتصل إلى القاهرة ده الشكل العام لفاصل الخريفة في مصر طيب إزاي إحنا بنقدر نرشد هذه الظواهر ونتنبأ بيها وهل التطور التكنولوجي الحاصل وإزاك الإصطنعي ممكن يساعدنا أكتر في ده خليني أقول لحضراتكم أن الهيئة العامة الأرصاد الجوية تمتلك أحدث أجهزة الأرصاد الجوية على مستوى العالم وأيضا الموضع المختلفة موجود في الهيئة العامة الأرصاد الجوية تنبؤات الهيئة العامة الأرصاد الجوية وصلت مصداقيتها إلى 100% وبشهادة المنظمة العالمية الأرصاد الجوية وأنا كنت عضو في المجلس التنفيذي في المنظمة فكان دائما بيجينا ومازال بيجينا جوابات شكر من المنظمة الأرصاد الجوية إن إحنا مستوى التنبؤات عالية جدا خاصة إن إحنا عندنا أحدث الأجهزة ما قلت لحضراتكم وأيضا السادة المتنبؤين الجوية والرصيدين الجوية بياخدوا دورات في مختلف دول العالم فبالتالي إحنا فعلا إن حمد لله نقدر نقول إن إحنا من أوائل الدول التنبؤ بتاعها جيد جدا ويوصل إلى امتياز كمان لحد نقل نسبة 100% كمان في التنبؤ بالنسبة لأخبار الشابورة المائية هل هتزيد يعني إحنا كمان في الصيف ده الحقيقة تبعنا إنه فيه الرطوبة ونسبة الرطوبة كانت زيادة شوية هل الشابورة المائية في الخريف كمان هتبقى يعني هيبقى معدلة هل هيبقى معدلة الطبيعي اللي إحنا عفزينه ولا كمان هيكون فيه اختلاف فيه كل ما هيبقى فيه حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية كل ما هتبقى الشابورة المائية موجودة وهتبقى كسيفة فيه المساء المتأخر في الصباح الباكر زي ما حصل اليومين دولم لأن فيه حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالية فده حيخلينا أن احنا نشوف شابورة مائية كسيفة في يم القادم إن شاء الله عظيم دكتور حمد زي محضرك ذكرت أن احنا من أوائل الدول اللي بنقدر نتنبأ بيئة الظواهر قبل حدوثها قبل حدوثها بقى إيه وطبيعة التواصل بين الهيئة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية عشان تاخد حزارها هيئة كمانة حضارك إحنا التنبؤات بتاعتنا بتشمل كل عناصر الشرقاء الرصدة عبارة عن الرياح في اتجاه وسرعة الرؤية اللي ظاهر الجوية الحرارة والرطوبة والضغط كل دون بأرصاد الجوية بتقدر تعمل تنبؤ لمدة من ساعة مش من يوم بس من ساعة إلى شهر بس طبعا القاعدة العامة على مستوى العالم كله كل ما طالت فترة التنبؤ كل ما قلت مصداقيته لأنه وارد يحصل تغيير فبالتالي الأرصاد الجوية دايماً بتطلع التنبؤ لمدة أربعة ايام ده اللي بيبقى النسبة 100% في نجاهه أما بالنسبة تبقى خلاص ظاهرة وشكة الحدوث يعني خلاص هتحصل هتحصل بيبقوا بقى متأكدين يعني الظاهر بيبقى بذات الظاهر القوي أو يبقى على الأقل أسبوع يعني بتنبأ بيقابلة على الأقل بأسبوع لما يكون أكتر وبيختر جميع الوزرات والهيئات والجهات المختلفة في مصر التي تحتاج إلى النشرات الجوية سواء كان في المطارات الجوية أو في من ناحية البحار من ناحية البرية يعني كل الجهات في مصر على علاقة بالأرصاد الجوية وهناك العديد من العلاقة القوية ما بين الأرصاد الجوية والمحافظات كلها خاصة المحافظات السواحل طيب دكتور يعني خلني أبعد بقى مع حضرتك عن الخريف وإحنا بنسمع كده وإحنا ماشيين في الشارع إحنا الصيف جي حر جدا يبقى الشتاء يجي برد جدا هل في علاقة بين الاثنين وهل شكل الشتاء يبقى عامل إزاي بقى؟ لا توجد علاقة علمية ما بين ما حدث في الصيف وما سيحدث في الشتاء نهائيا لأن الموضوع ده شاغل ناس كثير قوي من المصريين إن بيقولوا يا إحنا شفنا صيف قوي جدا فحرارته إحنا هنشوف شتاء صعب جدا لا فيش أي علاقة علمية ما بين ما حدث في الصيف وما سيحدث في الشتاء طيب بنفس الموضوع برضو المناس بيقولوا الصيف السنية دي حر الصيف اللي بعده هيجي أحر وطول ما إحنا ماشيين سنة عن سنة بتزيد درجة الحرارة طيب خليني أقول لحضرتك إن اللي حضرتك قدت ده إلى حد ما اللي هو صح لأنه فيه فيه كاتب في الجوردين كاتب خاص بيه البيئة اللي بيكتب في البيئة في الجوردين عمل بحث استعان فيه بحوالي أربعين من علماء المناخ والرصاد الجواية على مستوى العالم فكان البحث ده أنا بعتبره بحث خطير جدا لأنهم قالوا الآتي اللي إحنا شايفينه حاليا ده اللي هيكون الطبيعي الأسوأ قادم الأسوأ قادم؟ قالوا كده في الآخر يعني بقى الأربعين علم دول توصال قالك إن اللي إنت شايفه حاليا من الطبيعة هو ده اللي هيكون الطبيعي يعني حرارة أحرارة عالية آه ظاهر جوية غريبة جدا ده هتبقى بالنسبة لك عادية ده الأسوأ قادم في الأحوال الجواية وده يعني الكاتب مش هو قاعد كتب من نفسه ده استعام باربعين من علماء المناخ ورصاد جواب في ستوى العالم طيب دكتور إمكاننا تبقى للأسف زي ما حضرتك قلت في فصل الصيف كان فيه ظواهر مناخية مختلفة وكانت شديدة الحقيقة جدا وكانت بالنسبة لنا تغيرات صعبة جدا يعني بقى إذا بنتابع مشاهد في كل دول العالم حقيقي بالنسبة لنا مختلفة وخلاص يعني إحنا بالنسبة لنا بقت قضية تغير المناخ أو ملف تغير المناخ ما بقاش قضية رفاهية ولا على هامش الفعاليات الدولية خلاص الأرض قررت أنها تكشر عن أنيابها وتورينا بقى يعني أو نجني ثمار ما فعلوا الإنسان على مدار ملايين السنين بس هل نقدر نقول أن فصل الصيف هو الفصل اللي بتعبر فيه الكرة الأرضية أما حدث بها خلال ملايين السنين وأن إحنا فصل الشتاء نعتبره بمثابة هدنة ولا هنتابع تاني مظاهر تغير المناخ في فصل الشتاء أيضا حضرتك لخصتي الجملة الشهرينة دايما بقولها الإنسان حارب الطبيعة فالطبيعة حربتها وده اللي حصل فعلا إن طبعا الإنسان حارب الطبيعة باستخدامه المفرط للفحم ومشتقاته والبترول ومشتقاته وقضى على المساحات القضرة والحرائق الغبات حربته الطبيعة بالظاهر الجوية العنيفة اللي إحنا شايفينها على مستوى العالم كله وآخرها ما حدث في ليبيا الشقيقة طيب ده حيبقى في الصيف بس لا ده حيبقى على مستوى العام بالكامل يعني إحنا هنشوف ظواهر جوية غريبة وظواهر جوية خطيرة ودرجات حرارة لم نتعود عليها في كل فصول السنة سواء في مصر أو في مستوى العالم كله طيب من ضمن الظواهر برضو اللي بقنا نشوفها خلال الفترة اللي فاتت إن إحنا ممكن نلاقي الجو حر جدا وفي مطرة نلاقي فيه رياح مثيرة للأتربة فيه طراب في الجو وفي مطرة نازلة دي برضو من الظواهر الجوية اللي بعزيها إلى التغير المناخي إن في فصل أو في وقت لم نتعود فيه على هطول الأمطار تجد إن فيه أمطار لم نتعود مثلا إن فيه وقت لا تكون فيه نشاط للرياح المسير المال والأتربة تجد إن فيه وقت فيه نشاط وفيه رمال مصارى فطبعا كل دول التغير خلينا أقول حضرتك التغير المناخي ليس له ظاهرة محددة يمكن تعملها على مستوى العالم كله كل شوف ظواهر متدخلة مبارد ظواهر متدخلة وكل دولة بتتأثر بالتغير المناخي وفقا لغرافية هذه الدولة والتدريس الخاصة بها فعشان كده يعني تجد مثلا في أفراقيا ممكن تلاقي دولة فيها جفاف وفيه جولة جنبها فيها فايدانات دولة فيها سيول دولة فيها عصير دولة فيها عواصف فتجد الظاهر المناخي مفيش ظاهرة ليه ظاهرة واحدة محددة أقدر عمّمها على مستوى العالم حضرك ذكرت أنه إحنا حاليا الهياء لعمل الأرصاد الجوية في مصر الحقيقة بقت منتقدمة جدا بس بشكل عام هل في ظاهرة مناخية لا يمكن التنبؤ بيها ولا كل الظوار المناخية يمكن التنبؤ بيها خليني أقول لحضرككم حاجة يمكن تكون الناس يعني تتصغربها شوية كل ما تكون الظاهرة عنيفة كل ما يمكن رؤيتها على الأمر الصناعي يعني ما حدث في ليبيا كان واضح جدا للعالم كله على صور الأمر الصناعي من ساعة بداية تكوينه أمام السواحل اليونانية وكان واضح وهو يتحرق يعني لو حضرككم لو أنا فاتح صور الأمر الصناعية واضح جدا قدامك الحركة بتاعة المنخفض وعمقه ومدى الطاقة فيها قد إيه وهيمشي يروح فين تقدر تتتبعي جدا 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 حتى على صور الأمر الصناعية مش على الخرائط بس فإحنا نقدر فعلا وبنقدر فعلا نحنا نبقى متابعينه من بداية تكوينه حتى نهاية الأي الظاهرة يعني عزيم محضر جلوتي بتقول أنه ممكن تكون حتى الدول جران لكن يحصل هنا تأثر وهنا لأ لأنه بيختلف بحسب طبيعة الأرض مش مسألة الدول بس كمان ده المحافظات يا فندم نحن نشوف في بعض المحافظات جوه عندنا في مصر في محافظة فيها أمطار وأمطار غزيرة وفي محافظة تانية ما فيها حتى ممكن تكون محافظة كمان مجاورة ليه شوف هوله حضرتك حاجة لو خادنا مثلا العصيفة اللي حصلت في اليونان ووصلت إلى ليبيا يعني لو حبص لو تبص الحرقة هذه العصيفة هستغرب جدا يؤيد الكلام لسيتك بتقوله أن العصيفة جاية من اليونان تحركت في البحر المتوسط لناحية الجنوب هي طول ما هي فيه ماشية فيه البحر بتاخد طاقتها كلها من البحر فجت على ليبيا ومن سوق الحظ أنها دخلت على منطقة جبلية فعملت أمطار غزيرة جدا فوق الجبل فبعد كده الأمطار دي عملت سيول شوف حضرتك اللي حضرتك بتقوله أن هي دخلت على ليبيا ورح الدخل على اليابسة لما دخلت على اليابسة بدأت تفكر كتير جدا 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 منطقتها وبدأت تدخل بعد كده على مصر من ناحية جنوبية بقت جنوبية غربية ده بيخليني أقولك أن تستغرب الله لأ عشان اتجاه الرياح بدأ يغير طبيعة الارض واتجاه الرياح برضو فده بيحصل كتير في المحافظات أن اتجاه يأخذ ظاهرة معينة يأخذ الرياح إلى أخر منشكر طبعا حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أحمد عبد العال الرئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقا شكرا جزيلا شكرا لحضركم شكرا للمشاهدة